المحبة الإلهية المحبة تزداد يوم بعد يوم من خلال علاقتي به هذه المحبة نوعها هو مصدرها فهو يعطيني محبته هو لأنه هو الحب فيعطيني المحبة فهذه المحبة تغير كياني من الداخل وهذا الحب يزداد من خلال علاقتي به يوم بعد يوم أتعلم الحب وأعرف كيف أحب وكأن الحب اللي بيضع المسيح في داخلي كأنه حب منه وإليه هو صانع الحب هو مصدر الحب يضعه في قلبي يضعه فيه من خلال حلوله فيه وبالتالي أعرف أن أحبه بالحب الذي هو أحبني به فأوجه لي نفس الحب والكتاب بعلم أسلكه في المحبة أو أنمو في المحبة فيها علاقة نمو يعني أنا بزداد في المحبة كانت صلاة بولوس لكنيسة تسالونيك أنه يزداده في المحبة يعني مش بتنتهي بس أنه لما أنا قبلت الرب يسوع وملأني محبة لكن فيه ازدياد في هذه المحبة يوميا من خلال الشرك والعلاقة معه تمام تمام في رسالة يحانا أصاح يحانا الأولى أصاح أربعة عدد عشرة وعدد تسعتاشر يقول فيه هذا هي المحبة ليس أننا نحن أحببنا الله بل هو أحبنا هو اللي أحبنا الأول وأرسل ابنه كفر لخطيانا عدد تسعتاشر يقول نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا وكأنه بيعلن أن المحبة دي منه وإليه زي ما ذكرت أنه هو أحبني علشان كده أنا أعرف كيف أحبه ترجمة نانسي قنقر